A crate rests on a horizontal surface and a woman pulls on it with a 10 newton force إذن لدينا ثلاث حالات بنفس العلبة ونفس الجسم موضوع على مستوى أفقي ويسحب بقوة 10 نيوتون ولكن في ثلاث اتجاهات مختلفة كيس الأول والثاني والثالث والمطلوب أن نرتب من الأصغر إلى الأكبر الحالات الثلاث للقوة المعامدة rank the situation shown below according to the magnitude of the normal force إذن شدة القوة المعامدة exerted by the surface on the crate least to the greatest من الأصغر إلى الأكبر إذن الحالات الثلاث مرسومة هنا الحالة الأولى والثانية والثالثة بالطبع الوزن ما يتغيرش في الحالات الثلاث القوة N هي اللي تتغير هنا قيمتها N1 هنا قيمتها N2 قيمتها N3 على حساب القوة قوة السحب هنا القوة قوة السحب 10 نيوتون أفقية إلى اليمين هنا تعمل زاوية تيتا ما يهمناش قيمة الزاوية المهم فقط أن الزاوية محصورة ما بين 0 و90 وأخيرا قوة 10 نيوتون إلى الأعلى إذن ذكر هذه الحالة الأولى الحالة الثانية والحالة الثالثة إذن رسمنا إذن 3 body diagrams لثلاثة أولا لازم نفرض شرط إضافي في هذه المسألة وهي أن الوزن يجب أن يكون أكبر من 10 نيوتون سوف نرى لماذا في ملاحظة نهائية Of course we'll always have W greater than 10 سين تيتا إذا كان الو أكبر من 10 نيوتون حتما سوف يكون أكبر من 10 مضروب سين تيتا لأنه سين تيتا أقل من 1 تيتا محصور ما بين 0 و90 نذكر مرة أخرى إذن مهما كان الحال بالنسبة لنا W سوف يكون أكبر من 10 وعشر نفسه أكبر من 10 سين تيتا in any case الآن لو ضربنا هذا الإنكواليتي لو ضربناها بسالب 1 إذن سوف وأيضا نضيف W لكل الترمات الثلاث مثلا هذا إذن W إذا ضربناه بسالب 1 يتحول إلى سالب W نضيفه W يتحول إلى 0 هنا عشرة نضربه بسالب 1 يتحول إلى سالب عشران نضيفه W يتحول إلى W ناقص عشرة وأخيرا هذا إذن ضربناه بسالب 1 وأضفناه W يعطينا هذا ما ننساش أنه الضرب بسالب 1 سوف يغير اتجاه الانيكواليتي هذا أكبر من أكبر من سوف يتحول إلى أصغر من وأصغر من إذن من الانيكواليتي الأولى حصلنا على هذا الانيكواليتي إذن في الفرضية تعنا هذه الوزن أكبر من 10 نيوتون نحن متأكدون أنه 0 سوف يكون أصغر من W ناقص عشرة وأصغر من W ناقص عشرة سينتيتا وسوف نهتم الآن فقط بالبروجيكشن على اتجاه الواي لماذا؟ لأنه المطلوب أنه نقارن القوى المعامدة وهي أساسا متاجهة دائما في تجاه الواي في الحالة الأولى نلاحظ أنه أفقيا 10 نيوتون لا تشارك عموديا ليس لها عموديا عموديا عندي N1 ناقص W يساوي 0 وبالتالي N1 يساوي W إذن من الكيس الأول أستنتج أنه N1 يساوي W من الكيس الثاني ونلاحظ أنه هذا العشرة نيوتون سوف تشارك بمكونة عمودية وهي هذا القطعة هذه وهي عشرة سينتيتا هذا المكونة هذه وهي المكونة Y للقوة الساحبة هذه سوف تضيف نفسها إلى الأعلى وبالتالي N2 سوف تكون أقل من N1 حتما بحيث هذه عشرة سينتيتا زائد N2 تساوي الآن تعادل تماما W لأنه مجموعة ثلاث يجب أن يساوي السفر إذن البروجيكشن تعطيني N2 زائد عشرة سينتيتا ناقص W يساوي السفر إذن حتما يساوي W في الأخير وأستنتج أو أستخرج من هذا المعادلة N2 وهي إذن W ناقص عشرة سينتيتا هذه سمتها معادلة ثلاثة الكيس الأخير نلاحظ أنه عشرة نيوتون تماما إلى الأعلى إذن إذا عملت بروجيكشن على الواي نتحصل على N3 زائد عشرة إلى الأعلى ناقص W يساوي السفر معناه يساوي W ونستخرج N3 من هذه إذن N3 تساوي W ناقص عشرة وهذه معادلة أربعة الآن نعود نرجع إلى المعادلة واحد نلاحظ أنه W ناقص عشرة أقل من هذا وبالطبع W ناقص عشرة أقل من W إذن إذا رتبنا المعادلات الثلاث ورتبنا N1 وN2 وN3 نلاحظ إذن أنه N3 لهو W ناقص عشرة هو أقل من الثلاثة لهو W ناقص عشرة سينتيتا لهو هذا ولهو نفسه أقل من W لهو إذن الأكبر N3 هو الأصغر وبعد ذلك N2 هو أكبر منه وN1 هو أكبر منه الآن الملاحظة التي عملناها هنا هي في البداية الفرضية التي عملناها هي أنه W يجب أن يكون أكبر من عشرة نيوتن لو كان W أقل من عشرة نيوتن فهنا حتما عشرة نيوتن إلى الأعلى وW أقل من عشرة نيوتن سوف نسحب الجسم إلى الأعلى وبتالي في الحالة الأخيرة N3 يجب أن يساوي السفر ولتجنب هذا الحالة الاستثنائية أن القوى المعامدة ممكن أن تنعدم في هذه الحالة ففرضنا في البداية أن W يكون أكبر من عشرة نيوتن إذن if W were less or equal 10 نيوتن the third case will end up with N3 equal 0 the object is lifted vertically معناها مرفوع عموديا